بسم الله الرحمن الرحيم بسم منصة تكامل الإنسانية نرحب بالدكتور هاني البنة رئيس منتدى العمل الإنسان العالمي ومؤسس الإغاثة الإسلامية في محاضرة الأخيرة من برنامج قبسات رمضانية هياك الله دكتور تفضل معنا الله أبداك فيك يا أمو الشام وكذلك الله خير وبنهني كل الناس الصائمين القائمين بخواتيم رمضان إن شاء الله نجعل لكم جميعا من أتقاء هذا الشهر وكذلك بنرحب بكل أخوانا وأخواتنا من غير المسلمين ولا نزكي على الله أحد بنقول للشباب المسلم إن شحنة رمضان لابد أنك تعود بها على المجتمع سأكونوا أفرادوا مسلمين أو غير مسلمين ونحييكم بكل تحية صباح الخير مساء الخير سعيدة هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم جميعا اليوم طبعا تمانية وعشرين أو سبعة وعشرين رمضان وتمنى لكم يعني الخير والبركة في هذه الأيام البركة محاضرة اليوم قد تكون غير ليست كالمحاضرات النمطية أنك تبكلم فيها أو التقليدية من قبل هي تعتبر شيء خارج الصندوق وخارج السرب اللي إحنا بنتكلم عليه نتكلم عن اللغة والثقافة والفلسفة الفكرية والقيم الأخلاقية والتاريخ مع مكونات الشخصية المؤسسية اللي هي الأفراد اللي زيكم وزينا عادينا يكون لهم عمل داخل مؤسسات سواء كانت مؤسسات خيرية أو قصادية أو إلى آخر أنا بشكر الأخت هاجر والأخت فاطمة والأخت أم الشام والأخت آية على مساعدتي في ترتيب أوراق خارج المحاضر الشريحة اللي بعدها الفيرس عندنا اللي احنا بنتكلم عنه أنا مش أيوة فيه تسع نقاط أولها التعريفات بعدين من كونات الشخصية المؤسسية بل لماذا أنا منحاز إلى اللغة واللغة العربية بالذاتية بالخاصة ماذا بعد كل هذا كيف يمكننا التحقيق هذا ماذا بعد تحديد كل هذه المستويات داخل الشخصيات فما هو البرنامج العاملي لتنفيذ المنظومة ومن التحديات ما هي التحديات التي تتعجينا وفي الآخر سطرين ثلاثة على الرسالة اللي أنا بوجهها لنفسي ولنا جميعا لبعد كده تعونا نبدأ بعدة قواعد وتعريفات المحاضرة اللي فاتت اللي رتبناها كما بدايتها بعض التعريفات وكنت أنا متحمس جداً لما قلت لذات جبت شريحة أحد الشريحة وحاعدها مرة أخرى عليكم إيه هي التعريفات يعني من الحاجات اللي أنا طرقت أو سؤلت فيها في هذا الأسبوع من طبيب أمراض نفسية وعصبية هو تعريف معنى الاغتصاب بغض النظر بقى فقلت له للدكتور أنا رست متخصص في الفقه الديني ولكن الآخرين يضعون سياسات لوضع التعريفات وتأتينا تعريفاتهم فنتبعها يضعون سياسات لوضع أجندات العمل في أي اجتماع أو أي مؤتمر فأنا أمشي ورقهم شبرهم بالشبر وسأدراعاً بزرعهم الشريحة دي أنا جبتها من محاضرة بتاعة الأسبوع الليوم الثلاثة الماضي أو الليوم الآربع الماضي هي التحول يعني من منظوم الإدارة للتوارئ للشؤون الإنسانية المشكلة مش في الفكرة عشي مش خشها في التفصيلة المشكلة مش في الفكرة في العمل الإنساني اللي نحن يوم فيه ولايسها في الكرش المشكلة بتاعتنا إن حلولنا كلها في مؤسسات المجتمع الخيرية أيما على تغذية الكرش ولايس تتمية الفكرة مشكلة في الفلسفة اللي بيجي لنا من برة التعريفات بتاعتنا المشكلة في قصر فهمنا كمسؤولين لا في زيادة حاجة المغلوب على الأمر من صحاب الحقوق المشكلة في فكرنا التقليدي لتبع المؤسسات وليس في المصاري التجديدي لتبع الأخرين عشان كده هما بيجيب لنا فكر وتعريفات جديدة وإحنا نتبعها ده جود مشكلة منظومة تبعية التعريفات اللي تصدرها لنا الأخرين اللي تصدرها لنا الأخرين أهم عامل لنجاح أو إنجاح التعريفات دي بكون عندنا مؤسسات من التواصل تشبيك تكاتف تكامل تأذر بناء تعريفات وتكون انتحدا عشان التعريفات بتاعتنا تنتشر هكذا تأتينا التعريفات من الخير وأنا كلمت عن الموضوع ده بالتفصيل في المحاضرة السابقة اللي عايز روحها ممكن عن طريق المنصة يبقى تركوا المحاضرة السابقة بعد كده أما اليوم فيه تعريفات مختلفة من خمس أشياء في حياتنا اللغة بتاعتنا لنعلم يا شباب إن ما فيش عمل بدون لغة حتى الطيور لهم لغة حتى الحيوانت لها لغة حتى الأشجار تتفاهم مع وهكذا حشرات لها لغة كل الإنسان لها لغات مختلفة عشان يتفاهم مع بعض يعني الناس إننا خلقناكم من ذكر من الأنثى وجعلناكم شعوب من القبول تعرفوا واللغة هي أساس التعرف ولا يقوم أي عمل دولي مؤسسي بدون تنوع لغوي إذا كنت على المشترك مثلا فاربعين أو خمسين دولة لأن هذه المؤسسة تستطيع أن تتحدث على أقل بعشرين خمسة وعشر لغة غير اللهجات المختلفة عشان تتفاهم التواصل قد يكون فيه لغة أو لغة اتنا وثلاثة هي محورية لكن الأصل في تكوين المؤسسات الدولية معرفة اللغات التي تعمل فيها بها المجتمعات عشان يتواصل فيها مع أصحاب الحقوم الفقراء أو لو كانت مؤسسة تجارية أو استثمارية مع الزبائن والمستثمرين في العمل التواصل فإن تصورنا أن المؤسسة زي خيمة عارفين كلنا عايشنا في خيم نجد أن اللغة أو اللغات التي هي الخيمة فإن تصورنا أن المؤسسة هي الخيمة التي ترى على العمل فيصبح عمودها هو اللغة يعني وإحنا حطنا خيمة كده وسمناها مؤسسة يبقى العمود اللي وقف عن المؤسسة هي اللغة أو اللغات المستعملة داخل عشان يكون في تفاهم لأن أول شيء في العمل إنها نفهم بعض وبعدين نبتدي نعمل مع بعض النقطة التانية في التعريفات الخامسة اللي أنا أتكلم عنها دولة هي الثقافة وده جزء من العلمان بتاعنا الثقافة يعني إيه يا شباب ساعات الناس بتحمل هذه الأشياء لكن هي محور محور النمو المجتمعي هي النتاج الطبيعي لحصيل التربية الأسرية من أول أسرة مين الأم مين الأب مين الخال مين العم مين الخال انت خلفت ابنك النهاردة شوفت جول انت عملوله شكله ايه ده التربية هي التراث والفنو والأدب انت يجي في المسلسلات في القصص في الدراما في الأغاني في الأشعار في الأفلام انا تحيب بنا داخل أروقة حياتنا داخل المختلفة انا نمشي في الشارع في ثقافة لما البيعين اللي بيسرحوا بالعربيات في الشارع ديهم أغاني وليهم أصوات مختلفة ومن ثم تصبح اللبنة الأولى في بناء أساسة الثقافة المؤسسية يبقى لابد للشخص مننا اللي بيذهب يعمل المؤسسة كن عنده ثقافة أو ايه مبادئ الثقافة المجتمعية في السعر المشاركة في بناء ثقافة المؤسسة والجمعية إلا هؤلاء النفر الذين لديهم الثقافة المكتسبة والمتوارسة في نفس الوقت ونشوف الثقافة قد دي لابد تنشأ مع ناشئة الطفل في شؤاد الطفل لما نجيهم الفلسفة الثكرية كلام تخين قوي نسأل لك ده كلام تخين قوي ليه كلام كده 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 كبير لأن اللي بيجينا من برة في ثقافة وفي فلسفة فكرية وفي أخلاقيات وفي عقيدة وفي توجهات فلا بد نعرف الناس كيف يفلسفوا أمور ثقافتهم وقيامهم وأخلاقهم ويصدروا علينا في تعريفات هي أحد القواعد الرئاسية لإصناتي الثقافة الفلسفة الفكرية فالدوائر والطبقات والمدارات المحيطة بكيان الفكر البشري وكأن الفكر البشري هو كيان وكل هذه للثقافة أو الفلسفة الفكرية هي والطبقات والدوائر لهم مننا لهم الناس البسطاء مش عارفين هل نتكلم عن إيه فهي صنيعة التدافعات الثقافية المجتمعية وهي أيضا البانية لصناعة المنظومة الفكرية للفرد دون أن يدرك فالفلسفة هي مكوم ملقب معقد تم بنائه عبر سنوات تدافعت فيها الثقافات المجتمعية المتاحة مع كل من إيه بقى اللي هي الست نقاط لقدامنا دون كافة وسائل ومصالات التربية لتعرض إليها أبنائنا أو إحنا شخصيا الأعادات والتقاليد الأسرية التي أحاطت بالفرد مننا منذ نعومة أدافرنا تكون فلسفة فكرية لنشعر فينا بتكون إزاي التجارب المختلفة التعرض إليها الفرد مننا خلال رحلات حياة المختلفة الصدمات والمشاكل والتحديات والإخفاقات والنجاحات التي تعرض لها الفرد مننا الأصفار والتنقلات والرحلات التي تنظمها أو تعرض لها الفرد التجارب العاطفية والقراءات والإيمانيات المعتقدات التي نمت وترارعت وأثمرت داخل أفضل كل هذه الأشياء بتكون دون أن ندري الفلسفة الفكرية اللي بعد كده بتطلع الثقافة في القيم والأخلاق الرابع في القيم الأخلاقية بتاعتها القيم هي مجموعة القوائم مجموعة القوائم كأنك أنت بتبني عمارة وليها قوائم كده هي كده قوائم معبد ولي قوائم التي إن تمسك بها الفرد مننا بنت له معالم شخصيته ففي الشخصية مثل الأخلاقيات والشخصية هي كيان برضا كأنه كيان وليه قوائم وليه مخرجات فكيان الشخصية مبنية على قوائم اللي هي القيم الأخلاقية سواء كانت هذه قوائم فاسدة ومدمرة لمجتمعات أو صالحة وبنية للنحضر ننظر لهيكل القيمة الأخلاقية هي قائمة على القوائم اللي عندنا يعني الأخلاقية والأخلاقية هي مجموعة دينية إيمانية مجموعة إيمانية أسف مجموعة إيمانية قوائم دي على أساسها بنبني القيم الأخلاقية في لقتنا هي مجموعة إيمانية معقدة ومركبة للتدافعات بين الأنفس المختلفة والقابعة داخل أفئدة البشر فنحن بمقدورنا بناء هذه القيم والأخراقيات داخل أنفسنا ليه؟ علشان نبني بمجتمعات نحن كأشخاص قادرين على بناء هذه القيم والإمام بها لأننا مؤمن أنا مؤمن أننا حايز أسرة أننا عايز أزني أننا عايز أقتل أننا عايز أدلس أننا عايز أكدب قوائم أخلاقيات هتكون هذي فهزمر بالمجتمعات أو مؤمن أننا عايز أساعد عايز أبني عايز أرشد أو أهدي أو أعمل حاجات الجيدة أو أعلم فيبقى أنا حابني قوائم شخصية أخلاقية تبني مجتمعات أخلاقية فالقوائم دي أنا ممكن أؤمن بها بنفس هي تعتبر منسميها إيه ما هياش إننا придумان نحن عندنا نسكن مصistineين فيها ولكنكنا مخيارين فيها خمسة التاريخ التاريخ بالنسبة لي شيء صعب جدا وسهل وممتنع صعب وسهل وممتنع و أنا عندي ثلاثة أنواع من التاريخ أنا تحطيقول لي ثلاثة أنواع من التاريخ و أنا أنا في نمات الصيف واحد النواة الأول اللي هو تاريخ المستقبل النواة الثاني اللي هو التاريخ الحاضر النوع الثالث هو تاريخ الماضي قد يكون بعدنا يقول احنا عارفين تاريخ الماضي الفراعنة والهكسوس والاشوريجين والبيزانتيجين والرومان وهكذا ده الماضي الحاضر ممكن ندعو ان احنا بنعمله عشان ما كده هنسيبه تاريخ طيب ايه تاريخ المستقبل ده بقى نخش مع بعض هو ما نعزم ما نعزم على فعله لرسم افاق مستقبل الاجيال القادمة يعني احنا بنفكر في ايه بنفكر ان نرسم افاق مستقبل الاجيال القادمة بنفكر لها انها نضع لها صورة او طريق لرسم تاريخ افاق المستقبل هو ما نعزم على فعله لرسم افاق مستقبل الاجيال القادمة وفيه تودع معالم طريق المستقبل داخل مسيرة الآفاق التي نريد أن نحقيقها للأجيال القادمة نحن نحن نحطها علشان الأجيال تتميز بمعالم الطريق فيكتبوا تاريخ لهم اللي هو يكون تاريخ المستقبل وطريق حاضر لهم وطريق ماضي للأجيال القادمة وهي عملية استقراء عملية استقراء اللي ما سوف يحدث في المستقبل استقراء بيجي منين بقى من خبرة والتجربة والعلم والمعرفة لمن يدعون معالم طريق المستقبل عملية استقراء لما سوف يحدث في المستقبل فنؤثر له من الآن مسيرة تاريخية التي نرجوها لهم نؤثر له المسيرة التاريخية التي نرجوها لهم يعني احنا ما نفعش نقعد ما نعملش المسيرة دي لا يعني المستقبل عشان وردنا يكتبوا تاريخي المستقبل بعد نحن نعمل التاني تاريخ الحاضر يعني ايه تاريخ الحاضر وهو الإصرار على اعتماد منهجية التدوين والتبويب والأرشفة كمنهج مؤسسي استراتيجي يكون الهدف منه إعطاء الفرصة لمن تسول لهم أنفسهم تبديل أو تزوير التاريخ زي ما حادث اليوم أي أن التكوين التدوين سوري ليس تكوين أن التدوين يكون موسوعي وهذا ما نعميه بكتابة كل شيء هذا شيء سهل عارفينه بس لابد ندون والأسف في كل جمعياتنا أنا أعرف جميع من الجمعيات المؤسس بيحتضر والجي الأول راح وغيره ولم يكترثوا لتدوين الإنجازات أو الإخفاقات أو التحديات اللي شهادها هؤلاء الناس الثالث وهو تاريخ الماضي وهو تدوين الأحداث والوقاء على تشهادها العاملون في المؤسس قبل راحلان ورحلين من هذه الدنيا ومعنى هذا أن نسأل من حضروا وشاهدوا الأحداث حتى لو كان البواب حتى لو كان الحارج حتى لو كان رجل الأمن حتى لو كانت منظفة وكل والوقاء وشاهدوا الأحداث والوقاء أن يدونوا يدونوا مشاهدتهم في الأماكن التي شاهدت هذه الأحداث والوقاء إحنا ما بنكتبش ما بندونش وللأ بيخليني عايز شد شعر لغاية مصطعات والصلاة عمش بس إرث من والدي الله أرحمه لكن هو شد شعر من حاجة الححنة على شيء والناس لا تكترف بها ولا يكتبوا شخص واحد حزاري إنه كتبوا فلان فلان ده شجل مبدع لا هيكتبوا من وجهة نظره هو أو من وجهة نظره هي بل لأن هذا خطأ قاتل في كتابة التاريخ بل يساعد في كتابته بالتوازي كل ما نشاهده وقاع أحداثه بالتوازي وفي الأملاك المختلفة قبل أن يتوفرهم الله ده تاريخ أنه الماضي يبقى الخمس أساسيات دول اللي هو جزء من إيه؟ الجزء الأول من محاضرتنا اليوم اللي هو أهمية الثقافة واللغة والتاريخ والقيم الأخلاقية والربعة مش عايف كان الثاني سميتها إيه؟ أنا هاتي دي قبلها كده قيم الأخلاقية واللغة الفلسفة الفكرية خلال نخش عن المحوض الثاني اللي هو مكونات الشخصية المؤسسية في احتياجات ما هي احتياجات بناء الشخصية المؤسسية كثيرة يا سبع نقاط أنا حطيتهم أول حاجة أرجع مرة دا للنشأة المجتمعية ويتتبدأ بالتكوين الأسري المستقر ويتلعب فيه أبوين دورا محوريا في بناء هذه الشخصية المؤسسية بتوجيه ورعاية أطفالهم ده النمرة واحد ولا يشمل فقط الولدين بل الأجداد الأقارب الجيران أصدقاء الولدين وغيرهم في مجتمع النشأ الأولى للطفل حتى اختيار الزوق حتى اختيار الزوق كل هذا وغيره يكون التبقات والدوائر والمدارات المختلفة لصناعة مناخ مناسب لإحماد الطفل دي نمرة واحد الناس على المجتمعين دي نمرة اتنين التعليم في كل مراحل المختلفة والدركات المتحسين المختلفة والمجالات المختلفة اللي تستقع منها العلم وأهم شخصية مؤثرة في هذه المساعدة التعليمية شخصية المعلم المربي المرشد المواجه بس مش معلم بيلاقن لا بيربي بيرشد بيوجه في كل خطوة تعليمية خطاها الطفل أو الطالب في هذا المشوار المشوار ايه العلمي المعرفي الفهمي التربوي يبقى مشوار التعليم يكون علمي معرفي فهمي تربوي ده الشخصية بتاعة المعلم قم للمعلم وفيه بتبجيله كاد المعلمة أن يكونها رسوله والشخصية التانية بالأهمية هي شخصية جملاء الدراسة التموحين من الأطفال والأصدقاء والمؤثرين والمساعدين لصاحب أو صاحبة هذه الشخصية المؤسسية من هلاء الزملاء أو من الجلان الأصدقاء المحبين لهم من تأثر إحنا سلبا وإجابا بأصحابنا وهذه يقول لك طيب يعني طيب الفقراء المساعدين يعملهم إيه ده ما يعنيش إن المجتمعات الفقيرة لا تفرز لنا المبدعين لا بتفرز لنا من المبدعين اللي إحنا شفناهم عبدالسطار إيدي لو خرج من مجتمع النزوح واللقوء بعد إيه الحرب ما بين باكستان أو انقسام أو استخلال باكستان على الهند وأنشأ مؤسسة إيدي وكان كان عامل أو بياع بيبيع حاجات في الشوارع وبدأ يعمل مؤسسة كبيرة اللي هناك يعني المجتمع اللي هناك في رؤية ده وحيث المجتمع من أمه سمح الرحمة طلعه عبدالسطار إيدي من ينشأ ده المؤسسة المرموقة العالمية إن المجتمعات الفقيرة لا تفرز لنا المبدعين ده يعني أن المجتمعات الفقيرة لا تفرز المبدعين أبدا ومفقرين أبدا ومكتسفين أبدا مكتسفين لحقائق علمية وتفرز ولكن المعوقات التي يواجه هؤلاء الأفراد في مجتمعاتهم قد تجعل عدد من يستطيعون الوصول للإبداع والابتكار والابتكار أقل من مثلهم من أبناء المجتمعات المستقرة لعدم توفر الإمكانية لهم إيبقى احنا نحترم كل مجتمع فقيرا كان أم غنيا كان لأن كل بيفرز إبداع وكل بيفرز اكتساف إلى آخر إلى آخر النقطة الثالثة في مكونات الشخصية الرغبة يكون الإنسان عنده رغبة أن يكون فرد مننا أنت يكون عندك رغبة وإنت يكون عندك رغبة عام في أن يصنع الشخصية المؤسسية بتاعته والرغبة هنا هي الطاقة إيجابية محركة للجوارع طاقة إيجابية داخل الجسد تحرك الجوارع وتتحرك بهم برمجيا لبناء هذه الشخصية لو لم يكن عندك رغبة أنك تنجح مش هتنجح أنك تخرج وكذا وتكسب مش هتكسب أنك تبقى أحسن لعب كرة مش هتكون هي الرغبة فتستطيع هذه الجوارع رسم خريط الطريق لبناء هذه الشخصية ده يكون عندك رغبة نمر الهدف لابد كل واحد مننا يا شباب يكون عنده هدف الأخوات يكون عندك هدف أو عدة أهداف رئيسية ليس تفقد لبناء المؤسسة بل ما هو الهدف الشخصي من بناء هذه المؤسسة ايه هدفك انت احنا عنده زيبا عن مؤسسة تساعد الناس بس انت هدفك انت داخل المؤسسة دي لديك أشياء معينة من خلال تخصصتك من خلال رؤيتك من خلال خبرتك من خلال إدعاتك وانت كذلك يا أختي فتكون الهدف ان انا اصبح رجل اعمال مرموك او استاذ جامعي او باحث او 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 الاخر او رئيس جمهورية او رئيس وزراء الاخر ففامش في الطريق اللي بحق الهدف لكن بعد محق الهدف ان الهدف ده المحق يؤدي الى ايه ممكن يؤدي الى مقد شخصي لا شيء ممكن يؤدي الى خز مادية لا شيء تاني ممكن يؤدي الى خدمة مجتمعية لا شيء ممكن يؤدي رفع المستوى الوعي عند الشعوب وكل هدف يؤدي الى هدف وكل ما حقق الهدف انظر ما هو الهدف الذي اريد ان احققه بما بعد تحقيق كل هذه الهدف انت حقق من قبل ده بالنسبة الهدف النقطة الخامسة الحرص يعني في رغبة وفي حرص رغبة شيء وحرص شيء تاني الحرص على استقاء العلم والمعرفة على يد العرب اعني بهذا فلسفة فكرة التعليم على ايد الشيخ الشيخ مش هو الشيخ بدع الدين الشيخ هو الشيخ الصنعة عندك كان زي ما بسم ده شيخ الحددين ده شيخ النحاسين ده شيخ المزارعين ده شيخ مش عارف التارزية اللي هو الى اخير ده شيخ الكتاب الى اخير فكل شيخ في صنعته كل شيخ في صنعته والشيخ هو الشخص المستخصص في هذه المهنة وهنا يكون استقاء المعلوم ازاي بالتعايش والمعايشة مع الشيخ مش بمحاضرة بيسمعها او كتاب يقرأ او فيديو يشوفه لا تعايش والمعايشة عشان كده الشباب في الماضي كان يمشي الالاف الكيلومترات والميال عشان يروحوا يقابلوا سيدنا الامام ابو احمد ابن حنبل ابو حنيفة ولا حتى سيدنا الامام البقاء اللي كان بيمشي بأشرات ومئات والاف العمال عشان يجيب الحديث صحيح عن رسول صلى الله عليه وسلم من ايه من الناس اللي هم مصببوا لحديثنا عن رسول صلى الله عليه وسلم يبقى تعايش ولا سب القراءة والمحاضرة فحسب وانا اطلق عليها هذه المنظومة التشيخ والاستشياخ يعني اعجب بالشيخ ده اشوف بيتكلم ازاي بيتعلم مع الناس ازاي بيتعب ازاي بيصبر ازاي اسولوكيات وعلشان انا مش بياخد بس حاجة احفظها انا بياخد منه سلوك اخلاقي انساني ان يتربى الشاب منه والشاب منه على يد الشيخ او فقيه مجتمعي ليصبح هو شخصيا او هي شخصيا شيخة او فقيهة مجتمعية في تخصصها وانا كفالك معنى الفقيه الديني اللي هو زي ما تقول الفقيه في الشرعة ها في المشكلة بهذا والفقيه المجتمعي والفقيه العالم بالامور المجتمع الدنيا بدي نفرق والاثنين فقهة وده لي محاور وده لي محاور بعد كده نمرة ستة في مقارنة الشخصية التجارب لا بد يكون عندنا تجارب وتحديات شوفنا تقيت ايش يعني كلما ازداد التجارب وتحديات كلما يعني رأسنا فكرنا وقوي عودنا علينا ان ندرك هذه القاعدة الذهبية كلما ازداد على التجارب واكتساب الخبرات كلما ازدادت قدرة الشاب والشابة على استيعاب سرعة التغيرات المجتمعية ووضع او المشاركة في ايجاد حلول جدرية ناجحة لها يعني معناها ايه انا شفت الموضوع ده اتعمل خمسين مرة خلاص انا بقى ايه فا ايه بعمله بجد له الحل اوتوماتيك عندي بطريقة ده طبيعية يعني مش محتاجة ده انا افكر في ناس تانين مش هفهوش ممكن اعلمه الناس تانين لكن انا بقى اه دي اتعمت عملناها السنة اللي فات في المكان التفاني بالطريقة دي يبقى هنعملها بنفس طريقة ونغيرها شواء يبقى انا ايه من كنت التجارب انا عارف ازاي ايه احط الحل فمن التجارب والتحديات ما التحديات ما يوسع الافاق ويحدد الرؤى ويراجع المسارات ويرسل من استراتيجيات ده ايه لمستقبل اول مر يبقى شو بقى التجارب والتحديات بتعمل ايه بتوسع الافاق تحدد الرؤى تراجع المسارات وترسل من استراتيجيات استراتيجيات لايه للمستقبل نمرة سبعة في بناء امكانية الشخصية الخبرة هي الناتج العملي لحصاد التجارب والتحديات ناتب انت قعد تولي ما انت ماشي بتكتسب تكريبة وتكتسب خبرة بتكتسب وتحديات ده كله بتراكمات في الزهنة من جوة والخبرة ايضا هي الذاكرة التراكمية اللي تجعل مرء منا قادرا على التعامل مع من مع التحديات والتغيرات والكوارث المجتمعية انا شفتها قبل كده لما راحنا باكستان ولا افغانستان ولا الهند ولا الصين ولا كذا عملناها يلا مش ايه وكله زي بعضه بس بعض التغيرات هي الذاكرة التراكمية تجعل مرء منا قادرا على التعامل مع التحديات والتغيرات والكوارث المجتمعية بطريقة تلقائية 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 قادرة على التعامل معهم باقل التكاليف في فصل على وقت الخبرة معلومة معرفية داخل ارشيف الموسوعات المتواجدة فين في اعماق الساعات المتلامية الاطراف للموقع العقلي البشري الخبرة معلومة معرفية داخل ارشيف الموسوعات المتواجدة في اعماق الساعات المترامية الاطراف للمخي للمخ العقلي البشري الذي يستعمل في اعظم البشر اقل من 10% من قدرات دي الخبرة انا كلمة السابعة نقاط دول نلقي على الهم تاني يا اخت هاجر ايو ايو الابد كده لا 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 بعدها 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 اللي هي النشأة المجتمعية التعليم بعد كده الرغبة الرغبة الهدف الحرص التجارب والتحديات والخبر عشان نكون لشخصية المؤسسة طيب انا ليه بقى منحز اللغة وبالذات اللغة العربية خلاص مش لان العربي لا انه في اشياء مهم مهمة اللغة العربية من اقدم اللغات المتحدثة بها وانا منكن هي الاقدم فعلا دي نمرة واحد دي نمرة واحد دي نمرة واحد دي نمرة واحد هي بلا منازع وبلا منازع وبلا منازع وبلا استعلاء هي اغنى لغات العالم باللشرك فعدد مخرجاتها 12 مليون و 2 من 10 ما بين تصريف الافعال كنايات كنايات استعارية مصطلحات مصادر الأصول وغير ذلك. لا توجد هذه الكمية لها إلي من هذا الصراع في أي لغة أخرى حتى لو اجتمعت هذه اللغات بعضها لبعض المهيرة. بعدها هتجي اللغة الإنجليزية ستمائة ألف. بعدها لغة الفرنسية على مية خمسين مئسين ألف. بعدها مية مئة عشرين ألف. يعني حاجات كده خطها على جنب. يعني أنا قلت الإنجليزية على الفرنسية على الروسية هتلع إيه؟ أقل من 900 ألف. أما اللغة العربية اللي حد نميلها. وإن أنا بزعل جدا جدا لما ألاقي الأطفال العرب اللي موجودين في الدول العربية لا يعرفوا يكتبوا عربي. ولا يعرفوا إنها انتقلوا في حلوق العربية ويفتخروا. بالنسبة لهم يتكلموا لغة اسمها عربش. ماذا انحطات فكري. وتخلف حضاري. وانكفاء قيمة. من أن أنت تتكلم لغة هي لها مصادر اتنعشر مليون. وتذهب للغة تتكلم لها مصادر أقل من خمسة في المئة أو عشر في المئة من سروة اللغة الأساسية. هي اللغة اللي ربنا اختارها لختم الرسالات. والكتاب المعجز الخالد الذي لم ولا ولن يتغير فيها حرف واحد. قرآن الكريم. هي اللغة اللي بيحبها وتبرك بها أكثر من واحد وسبعة من عشر ووثا من عشر مليار. آمنوا بكتابها. هي اللغة الأكثر استعمالا. استعمالا. ليه؟ لحوالي خمسين في المئة. معدد النازحين واللاجئين والمحتاجين. في العالم. المساعدات العجلة من أصحاب الحقوق. شوف القضية السورية فيها كذا. وشوف القضية الأفغانية فيها كذا. وشوف القضية اليمنية فيها كذا. شوف بواقع القضية العراقية عند المعسكرات فيها. إلى أخير. هتلاقي أن خمسين في المئة من النازحين واللاجئين والمحتاجين بيتحدثوا أو يعشقوا اللغة العربية. لذلك أنا متحيز لهذه المنهجيات وليس العاطفيات. المنهجيات وليس العاطفيات. والحقائق وليس المخمخات. هنعمل ايه بعد كده بقى؟ هنعمل ايه؟ عشان العمل الإنسان مهم. وعلشان المناطق الصراعات بها صراعات مصالحة كثيرة جدا. فيه كوارث طبيعية كثيرة جدا. وغالباتها نتجه عن الأعصار السربية للتغالي المناخي. فيه أعداد كثيرة من النازحين النازحين. خاصة في المناخ العربية. من بلاد الغالبات المسلمين. تحتم علينا. ايه بعد تحتم علينا؟ زيارة. واتباع الفلسفة الفكرية التي تؤثر لماذا؟ لأخلاقيات قيم لغات ثقافة سياسات مبادئ قوانين ووافق العمل الإنسان الاجتماعي. خاصة في المناطق اللي احنا نتكلم فيها لغالبياتها من الايه؟ من المسلمين والعرب. مش عارب اننا نراجع على الثقافة بتاعتنا. والأخلاقيات بتاعتنا في العمل الإنساني الاجتماعي. واللغات والسياسات والمبادئ. مش عارب أبدا. لدينا واقفة جديدة كبيرة. مع هذا. رابط لي كلنا واقفة مراجعة. راجع فيها انفسنا. في كيف نتعامل مع هذه المتغيرات. امامنا. بعدها. سريحة ستتاشر. طيب واحد سألني كده انت طب عدت دشي كده بقالك يمكن قد ايه والله وعلم يمكن انا بتاع نصف ساعة او حاجة زي كده والناس عايز نسلاح سنة المغرب. متفتر الاخرية. خاصة في مكة المكرمة. هيكون عندنا منظومتين. منظومة لغة الحضارة الحالية. ده لغة الانجليزية. المتغلبة. ومنظومة لغة وثقافة وقيم واخلاقيات اصحاب الحقوق من اهل الفاقه والعوز. ولهم مغربتهم من العرب المسلمين. لغتهم من العربين. احنا وبين منظومتين دول. لغة متغلبة. ده لغة الحضارة والثقافة. ولغة يعني شعوبها اصبعوا اصحاب حاجة. ولذلك. ليه يكون التعامل معهم كيف. وبعد كده. فضلي. ايه برنامج العامل اللي احنا عايزين نعمله خاصة في التعامل مع اللغة العربية. ثقافة اللغة العربية. قيم اللغة العربية. مخلصات اللغة العربية. واصول اللغة العربية. ان اللغة العربية تكون بثقافتها وادبيتها. ده طبعا ده امل يا نعم. وخلي وارك يا شباب مش نحن نحن نتعامل في المجتمع دولي. احنا هنقول والله لا. نتنزل ليه. انا بتكلم عن. نازحين ولاجئين ومحتاجين. خمسين في المئة من المجتمع. عاد. ولغة غنية وجميلة. ان تكون اللغة العربية بثقافتها وادبيتها واخلاقياتها وقيمة. هي اللغة الشريكة للغة الانجليزية المتغلبة على العمل الانساني. خلاص. دي ما فيش مشكلة فيها. التانية. لا بقى شو بقى. كل ما ننزل لتحت. هطلق ايه اصحاب. ان يصبح الدين الاسلامي. ان يصبح الدين الاسلامي مرجعيات داخل كافة المؤسسات الاممية والاقليمية والدولية والوطنية. مش المسلمة فقط. والدولية المسلمة. لانه يمثل خمسين في المئة او اكثر او اقل من النازحين واللاجئين. ان يصبح المسلمين. وده برضه تكون توصية. المهنيين. والعارفين بتشعاعات الدين الاسلامي من قادة او مدراء للادارات العليا في هذه المؤسسات. ان تؤثر وتصار. وتفلسف ثقافات وقيم واخلاقيات. وفلسفات هذه المؤسسات. بما لا يتعارض. ها. اسمعها دي بقى صعبة جدا. صعبة صعبة صعبة. مع الشريعة الاسلامية الغراء. اقولها تاني دي. عشان اللي بيهاجم الاسلام من المتمسلمين. المستحمرين. اقولها تاني مرة تانية. ان تصاغى وتؤثر. تؤثر وتصاغى وتفلسف ثقافات وقيم واخلاقيات. وفلسفات هذه المؤسسات. كلها الدولية والاومية. بما لا يتعارض. مع الشريعة الاسلامية الغراء. ان لا يكون هناك اقصاء للدين. هناك اي دين. والمؤسسات الدينية. واي مؤسسة الدينية. الانسانية التمعين. يبقى الخمس نقاط دول هما ركائز البرنامج العملي لتنظيم لتنظيم المنظومة التالية. نعرفين المنظومة الاولى بتاعة اللغة الانجليا متغلبة. لكننا نتكلم عن الدين الاسلامي. نتكلم عن اللغة العربية. نتكلم عن المسلمين كمهنيين وحرفيين. ان يكونوا في القيادات الاولية. نتكلم على ان السياسات بتاعة المؤسسات تؤثر بما تعرض مع الشريعة الاسلامية. ونتكلم على انه لا اقصاء للدين من اي مجتمع. ابدا. تنخر من تنخر. ونام من نام. وصرخ من صرخ. دمه تمانية. بعض التحديات التي سنواجهها. اول تحدي هو الاقرار بشراك الدين الاسلامي واللغة العربية. في داخل منظومات هذه المؤسسات الدولية والاهمية. التي اصبحت هذه المؤسسات حالية منذ سنة اربعة وخمس سنوات. تسعى سعيا حثيثا لجمع اموال الزكاة والصداقات والمشايا الموسمية الاسلامية فقط. دون اي مقابل. دو اصبحت جمعات اسلامية. بل وعلى النقيد. لا تحاول هذه المؤسسات الدولية والاممية والمسلمة. التدخل لدى حكومتها من اجل ايجاد حلول دائمة للمشاكل التي توجد المؤسسات الإسلامية والعربية الإنسانية والاجتماعية. ولا تؤثر سلبا على حياة ومستقبل أصحاب الإنسانية. تجاه واحد. أنها أصبحت بديلا وليست شريكا سبحان الله. جابيا وليست معينا. وهذا تنافى مع مبادئ وقيم واخلاقيات القوانين المعانين الإنسانية التي وضعتها هذه المؤسسات لها. الشراكة تكامل. التواصل. التبكين. التوطين. كلام انتخين اهو ده. سمعنا كثير. خلاص؟ ده من التحديات. نقطة اللي بعدها. التحدي من التحديات. أنا الآن ذكرته في الخمسة وتلاتين ديها دول. شيء ده بد احنا نسعى الى تحقيق تحقيقه. ولم نسعى على التحقيق مثل هذه الأشياء وغيرها. إلا اننا تعاوننا مع بعض الانشاء مؤسسات بحثية ودراسية وفكرية. ومؤسسات تكاملية ومنتديات واتحادات إلى آخر. وتنازل كل منا على جدء من شخصيته او شخصيته الاعتبارية. لما اطرحه ليس تحيزا او تعصبا لدين او لغة. ثقافة او قيم اخلاقيات او تاريخ. بل هو حق هذه الشعوب. حق. تعالق نعني في فضل اللغة العربية. تعالق نعني في لغات وثقافة واخلاقيات الشعوب. تعالق نعني في كفاءة هؤلاء الناس. تعالق نعني في قيمة الدين الاسلامي اللي انسى حضرات ونهضات وثقافات وابدعات. تعالق نعني فيها. بالألم والمصطرة. عندما اطرحه ليس تحيزا او تعصبا لدين لغة ثقافة قيم اخلاقيات اخلاقيات وثريق. بل هو حق هذه الشعوب. هذه المؤسسات وهؤلاء المصطلعفين من اصحاب الحقوق. حق الشعوب. حق المؤسسات دي. وحق المصطلعفين من اصحاب الحقوق. عند هذه المؤسسات الاخرى. والحكومات الاخرى. والدول الاخرى. يعني لابد الدول الكبرى او المانحة او المؤثرة تكون شريكة لاصحاب الحقوق. ومؤسساتهم وقيامهم واخلاقاتهم ومتقفتهم فلا ثمر بدون ثمن ولا نتاج بدون عوض ولا مسيرة بدون ذليل ولا حياته بدون شريك كل هذه الأشياء تقول أن ما نطلبه اليوم لا يستصعب المنال إنه سهل إن استطعنا أن نبني الشخصية المؤسسية القائمة على الخمس أركان الأولى والسبعة الأركان الثانية خمسة الأولى في التعريفات والسبعة الثانية في بناء الشخصية أشكركم وجزاكم الله خير أطلت عليكم عشان أخواننا في مكة بيفتروا يعني بعد دقائق ودي آخر محاضرة لنا في عمضان إن شاء الله وأنا أشكر منصة رواد إنها أتحت للفرصة إنها أتحدث معكم اليوم وأتمنى لكم عيد فطر سعيد وقبول وعيدكم من النار وساعة علم وساعة رز وساعة رحمة وساعة مغفرة من الله سبحانه وتعالى ومستقبل هاني سعيد لأولادكم في كل مكان وفي كل زمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيد مبارك عليكم ورحمة الله وبركاته بسم منصة التكامل الإنسانية نتوجه بجزيل الشكر للدكتور هاني البنة على هذه المحاضرة الرائعة جعله الله في ميزان حسناتك على أمل إن شاء الله نلتقي في محاضرات قادمة بعد عيد الفطر بإذن الله كل عام وأنتم بخير وشكر جزيل الأخوة والأخوات الموجودين معنا في هذه المحاضرة والأخوة هاجر أيضا جزاك الله خيرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله